أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر الحلقة النهاردة هنتكلم عن ظلم الرسول أهلاً بيك يا مارين أهلاً بيك يا فرحة معقولة يا فرحة الرسول اللي جي تم مكرم الأخلاق طيب ظالم؟ آه ظالم ظالم وظالم جداً وبالدليل والبرهان في صورة النساء الثلاثة وإن خفتم ألا تقصته في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى وسلاس وربع يعني بيقول المسلمين اتجوزوا ما طاب لكم من النساء آه مسنى اللي تعجبك آه وسلاس وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا يبقى إذن هو القرآن بيطالب المسلمين بالعدل لو لو لازم الزوجات يعدلوا يعني لو خد أكتر من زوجة لابد إيه يكون عدل فلو مش قادر تعدل لو سمحت خليك في الواحدة ها؟ أو ما ملكت أيمانكم وهو نفسه تجوز مسنى وسلاس وربع وتسيع يعني بالضبط بالضبط هو خد أكتر يعني عايزة تقول لنا أنه وصرح للمسلمين أنه هم يتجاوزوا زي ما هم عايزين غاية أربعه وكمان بالضبط 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 فوق البيع الملك اليمين ده فوق البيع لكن لو شوفنا كده هنلاقي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عيينة عن عمار ابن دينار عن ابن مولايكة أي حاجة هنحطاه على التكست يا جماعة على الشاشة على الشاشة أبو مولايكة عن المصور ابن مخرمة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علي طلب علي حبي يتجاوز يا مارينة واحدة على فاطمة على فاطمة علي ابن أبي طلب كان يتجاوز واحدة على فاطمة فرسول قال لا مش موافق الله مش أنت قايل كل واحد ممكن يتجاوز مسنى والثلاث وربع مش موافق إليه مش موافق إليه لأن فاطمة بضع مني فمن أغضبها يغضبني وما قربها يوربني وما يؤذيها يؤذيني وكل حاجة وما أغضبها يغضبني يعني لم أغضب يعني يا رسول الله هم الستات التانيين ما بيغضبوش لزوجة تانية بيغضبوش بيؤذيهم أهليهم ما بيتأذوش نفسيا بيؤذيهم آه طيب شمعنا على آآ علي منتش راضي تخليه يتجاوز مرة تانية الظلم وبتقول المسلمين التانيين اتجاوزوا يبقى وكلهم على فكرة تجاوزوا كذا كويسا يبقى ظلم النساء التانيين لكن بنته لا ما تتظلمش ما تتظلمش والرجالة التانين الرجالة المسلمين التانين يتجاوزوا كما هم عايزين علي لا علي لا شوف يعني قد إيه هل ده عدل لا طبعا ده ظلم الأول واحد يحط يعني قانون حطه المسيح دايما انت تقولي الآية الزهبية ما هي الآية الزهبية كما تريدين أن يفعل الناس بكم أفعل أنتم أيضا هكذا بهم بس كده كله متساوي كمان المسيح حط نفسه يعني رغم أنه هو الإله العظيم يعني كل حاجة حط عمره ما حط نفسه فوق التلاميذ لا ده بنعكس ده هو غسل أرجل التلاميذ لا أول حاجة طفوطة ده نزل غسل أرجل التلاميذ وقال لهم شايفين اللي أنا عملته كده اعملوا كده مع بعض اعملوا انتم كده مع بعض خلينا نشوف حاجة تانية بتأكد نفس الفكرة أن الرسول اللي كان يمشي على الناس ما يمشيش عليه هو أعمل على بناته لا 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 إزاي ده هو الرسول يلط على طول يقول لك في سورة المجادلة 22 بيقول لك لا تجد كوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله لو كان أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشراتهم تفسير ابن كسير بيقول نزلت في مين في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو أبنائهم يقول لك في الصديق هم يوم أزن بقتل ابن عبد الرحمن أو إخوانهم قال لك نزلت في مين في مصعب ابن عمير قتل أخاها عبيدة بن عمير يوم أزن أو عشراتهم أن عمر قتل قريبا له يوم أزن تقريبا خاله خاله أبا وفي حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارس قتلوا عطبة وشيبة والوليد ابن عطبة يوم أزن يبقى دولا قتلوا أهليهم اللي قتل أخوه اللي قتل أبوه اللي قتل خاله اللي قتل أخوه كلهم قتلوا أهليهم تعالي بقى لما راح فتح ده في بدر لما راح يفتح مكة قال لهم إيه لو شفتوا العباس ما حدش يقتلوا ده إيه ده قال على كذا حد من العيلة برضو تعالي نشوف الكلام ده فين في السيرة النبوية لابن هشام غزدة بدر برضو هي في نفس بدر بدر الكبرى نهى النبي أصحابه عن قتل الناس يعني هما قتلوا أهليهم بس هو في نفس الغزوة يعني هو بيتكلم في نفس الغزوة يعني فيه بقى بدر اتنين المهم إنه هو في الحروب هما جلوا بيقتلوا في الحروب فقال لهم لو حد هيشوف العباس ما حدش يقتلوا طبش معنى أنت يعني يعني أهلك عليهم رأسهم ريشة يعني أوه طبعا مش النبي عموه ابن أخوه يقولك كده عن ابن عباس أن النبي قلل أصحابه يوم إذن إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم شو في بني هاشم وغيرهم قد خرجوا كرهن بيقولك لا لا والنبي عمد مسكين السيوب يعني هيحاربوا الرسول بالإكرام طبعا كذب لا كذب طبعا لا حاجة لهم بكتلنا فمن لقى منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله من لقى أبا البختوري ابن هاشم ابن الحارس ابن أسد ابن هشام ابن الحارس ابن أسد فلا يقتله ومن لقى العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله إنما فإنه إنما أخرج مستقرهن فقال أبو حزين كلهم خرجوا مستقرهين واخد بالك عارفهم بالإسم قال أبو حزين ومين اللي هيكرهها مين الرئيس العسابة اللي هيكرههم يعني أنهم حربوا الرسول يعني مين ولا حاجة وفيش حد بيكرههم أصلا هم أصلا ما كانوش عبيد هم أحرارة طبعا حدش متسلط عليهم عشان يكرههم بزر حربوا بزر المهم رح أبو حزيفة قال إيه أه نقتل أبائنا وأبنائنا أبو حزيفة ده صحابي أيوة أيوة قال نقتل أبائنا وأبنائنا وإخواتنا وعشراتنا ونطرق العباس إيش معنى أيوة رح قال إيه والله رح عاد يحلف والله لأن لقيته لجمناه السيف قدنا لو شفت هاته فيقولك إيه فقال فبلغت رسول الله فقال لعمر بن الخطبي أبا حفص قال عمر والله إنه الأول يوم كاناني فيه رسول الله لأبي حفص أيضرب عم واكه رسول الله عمر قال أيضرب واكه عم رسول الله طب أنت شمعنا مش ما أنت قتلته لما أنت قتلت خالك أنت كل جميع بتقتلوا عيالك وإخوتك بالزبط أيضرب أيضرب وجه أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف فقال لعمر يا رسول الله دعني لأضرب عنق بالسيف عايز يروح يقتل مين أبا حزيفة أبا حزيفة بتاع رضاع الكبير ما هو بقى شلهاله شلهاله أنا حقلي عرق حخلي مريلة وفرح هتتكلم أنا في 400 سنة يقولوا إن الرجل دا سب مرضه ترضى سب مرضه ترضى سبهوا لي قال له يا رسول الله دعني لأضرب عنق بالسيف والله لقد نافق فكان أبا حزيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة خايف رعب رعب قال له إيه تاني الله يخليك عيد الحد تاني تاني فكان أبا حزيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يوم إذن دا أنا من ساعة ما قلت لجمالناه السيف دي وأنا وقالوا لها يضرب نقتل أبا حزيفة من ساعتها كنت خايف في حالة رعا قدت الأمان عمري مستني حد يقتله في أي وقت ولا زال منها خايفة يعني مش آمن وما زال خايف إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليوم ما ما شهيد من خوف وعيني عايز إيه يموت شهيد عشان يبعد عن الغدر اللي حيتم فيه من محمد يبقى دلوقتي إيه إحنا بنقول إيه إن في يوم بقى في بدر كان الصحابة نزلت سورة المجادلة إن الصحابة كانوا بيقتلوا اللي أتل أبوه اللي أتل أخوه اللي أتل ابنه والابن اللي أتل أبوه وكلهم كانوا بيقتلوا أهليهم لكن الرسول الإسلام لما عمه طلع وقابلته بعض من العشيرة بتاعته آه طلعت قال محدش يقرب من لقى العباس محدش إيه يضرب أكهو ومحدش يقتله ليه بقى؟ عشان هو ظالم هو يخلي الناس تقتل أهليها بس هو جاب الإيه العزري يعني أصم طالعين مستقرارين مستقرارين طيب إيه اللي كرههم يعني أنا هروحها هو يعني ده طلع في الجيش فاكر نفسه يعني فاكرين جيش بقى ولوى والمقدم فلان حتى أبو حزيفة ما كانش بصدقه قال لك إحنا يعني نقتل عيالنا وانت مستقرها إيه ما كانش بصدقه قال لنا لو شفته هضربه آه فإزاي يعني إحنا عيالنا وأهلينا نقتلهم وهو عايز محدش يلمس فلان ده الرسول اللي بيقول محدش فيه يلمس يعني فيقول لك إيه هو دي بقى الظلم ولا العدل بتاع الرسول ظلم طبعا 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 خلينا مارينا نشوف في سورة الأحزاب الثلاثة والخمسين في تفسير القرطبي الآية اللي بتقول إيه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ولا أن تنكحوا تنكحوا ولا في أن على هي اللي بتقول يا جماعة تنكحوا أنا بقول تنكح يا اختلاف قراءتي يا فرح تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إيه معنى الكلام ده الرسول يا جماعة ما حدش يأذيه أبدا يعني الرسول ده شخصية مهمة جدا وحتى لو مات ما حدش يتجوز زوجاته ليه بقى لأنه هو حيتأذيه وهو ميت حيبقى نفسيته تعبان زي مراتات يتجوزه تمام مش يعني مش مشكلة إيه بقى الكلام ده سبب نزول الآية دي أو سبب تأليف الآية دي روية إنها نازلت في تفسير الخرطبي روية إنها نازلت بسبب إن بعض الصحابة قال في الصحابة كانوا قاعدين لو مات رسول الله لتزوجت عائشة الوقت يا فرحة في سويا أنا ممكن واحد راجل يكون صاحبه يبقى قاعد على القهوة قل دهنا أستاذ محمد ده لو مات أنا هتجوز مراته إيه الكلام الفوضي ده دون صحابة رسول الله دي الأخلاق أصلا يعني عينه على الولية سوري في اللفظ عينه على الولية وجوزها عايش إيه دعيب ما الرسول عمل كده هو ما كانش عينه على الست و زيد زيد ودي سبب نزول 37 في الأحزان كان عينه على زنب بنت جهش كلهم زي بعد فبيقول إيه لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله يا تزوجت عائشة فتأذى به اتدايق ها هكذا كني عنه ابن عباس ببعض الصحابة وحكى مكية عن معمر إنه قال هو طلحة ابن عبيد الله طلحة طلحة ده هو اللي قال الكلمتين دولة واضح إن طلحة كان بيحب إيه عائشة ليه بقى سمى بنته عائشة نفس التفسير بيروى إن رجلا من المنافقين سمى منافق على طول على طول قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد أبي سلمة واحدة يعني أم سلمة من زوجة الرسول اه بعد أبي سلمة وحفصة وحفصة بعد خنيس حفصة بنت عمر يعني بعد خنيس بن حزافة ما بالى محمد يتزوج نساءنا والله لو قد لو قد مات لأجلنا لأجلنا السهم على نساء يعني إحنا كلنا كل واحد هيعمل سام على دي هتاخد ده وده هياخد ده وده كل واحد بقى هيختار له واحدة بيقول ما بالى محمد يتزوج نساءنا الرجل يموت من هنا على طول يلهط الست حفصة خدها وام سلمة خدها بعد مرة أجوازهم مات طيب إحنا بقى كمان لما هو يموت هنعمل السهم بتاعتنا على سئة ده كل واحد ياخد حظه من النساء في نساء الرسول رح قال لهم لا أنا أتجوز نساء كنت وتتجوزوش نساء أنا ألهط أه أنا ألهط نساء راح مسميهم أمهات المؤمنين عشان إيه ما حدش يجي عندهم تعرفة وهو أب لهم في قراءة لما دي خلاص دي راحت في ده يا دي أه ده شاليوها أه ده ما بقوش أمهات المؤمنين ده وهو أب لهم أموش إيه لنا لا 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 امسحوها بسرعة عشان هو كده يعني هم يبقوا أمهاتهم مؤمنين يقول لها يا ماما يعني تصور تسعة سنين والشيخ كبير بصي هو إحنا دلوقتي في عدله أيوة صح بقى أيوة يعني بصي هو دلوقتي ظلم آه آه يعني أنت بتاخد النساء الرجال التانين بفيه إيه سبب المسلم يطلع يقولك أصله هناك أسباب عشان يوحدد كبائل كبائل آه الكبائل يوحدهم مش عارفة إيه واحد كبائل هو مفيش أوحيدة لقبائل إلا في حالة إني كحبس زينب بنت جحش ما كانت من عيلته أصلا بنت عام من الزب يوحد قبيلة فيها إزاي ياخدها من جوزها ومعظمهم كانوا من نفس يعني من نفس البلد يعني ياخدها من جوزها ليه وياخدها من جوزها ده مستناش يموت متجوزها وبعدين إيه ومخبف قلبه في قلبه حبها طب وإنت لما تكلموا على نساءك وقال لك لما يموت آه إيش هو أنت عايش زيني وخلى واحدة عندها 18 سنة تعيش طول حياتها من غير كواس آه طب وده شمعنا يعني يعني في واحد حب يتبتل يا فرحة قال له لا سنتي النكاح يعني خلي بالك دي من ضمن سنتي النكاح أنا لازم ما تحد قال لك أنا عايز يعني آكل واشرب واتزوج دي سنتي طب وإنت أنا نساءك ليه ما خليتهم مش سنتهم من النكاح برضو زيك أنا مستغربة والها الحتة دي آه يعني عادي يعني إيه يعني لما الست جوز هيموت عايزة تتجوز تتجوز آه شمعنا شمعنا زوجاتك آه حرم عليهم وفي واحد قال له أنا مش عايزة تتجوز عشان هو ما تئزيش آه هو ميف هو أهم حد في الموضوع هو الله بتاع حب صح صدقين يا مارينا أنا يعني هو كده عارف الماسك المحتوط دي ساموها خصائص الرسول ده مش دي مش دي الحاجات الوحيدة دي يعني فيه حاجات كتير إحنا بس بنقول إيه إحنا بنقول أمثلة أمثلة وابتك نفسي لا وابتك نفسي لا دي من خصائص الرسول طب وليه مثلا إيش معنى أنت آه فهل اللي يمشي عليه هو ما يمشيش على المسلمين أنا يعني يعني هو كده الرسول كان ظالم نعم ولي يمشي عليه ما يمشيش على الباقي بالظبط هو ليه شرع الوحد وغير شرع الله اللي نازل بالظبط كده يشرع ماليش يأخرك حاجة يشرع ولا يشرع له آه حلو فعموما يا مارينا إحنا بنطالب المسلمين بنقول لهم بص يا مسلمين معلش ما تزعلوش مننا لكن الحقيقة على اللي إحنا بنقره لكم من الكتب بتاعتكم الرسول بتاعكم المفروض يكون جاي عادل لكن الحقيقة هو في الحاجات ده ده على سبيل المثال حطينا الأمر تحت المجهر واكتشفنا أنه هو ظالم فأرجوكوا أنتوا كمان حطوا الحاجات دي تحت المجهر وهتكتشفوا إن الرسول ظالم ترجمة نانسي قنقر موسيقى